هؤلاء نقدسهم وهؤلاء أفضل مني وأفضل من الكثيرين ونعتز بهم ولازم يأخذون كل امتيازاتهم وحقوقهم إلهم والعوائلهم من ضمنها العرفان لهؤلاء لكن أكوناس دخلت تحت هذا العنوان وبدأت تستغل باسم هذا العنوان هؤلاء لا نريدهم فيه أنا ما ردهم كل العراق يشتغلون يشتغلون بطريق العسكرية لكن ما ردهم على الأقل فيها المناطق الموجودة فيها الآن باي سيئون قولهم أخوان توكروا على الله خلصت المهمة ممالتكم إذا أنتوا جايين لمهمة قتال داعش خلصت داعش أنت أؤسس مؤسس حشد موازية للجيش أنا مو معها من البداية وقالي له لكن خلص بالنسبة لهؤلاء الناس اللي قاتلوا وقدموا تضحياته كثيرة واجب علي أنه احترمهم ووضع لهم اعتبارهم ومثل ما قلت لك يعني رحت إلى موضوع أنهم مقدسين بالنسبة لي ناشت المرجعية أنه أيضا خلص هذه الفتوة صارت لأجل قتال داعش وخلص داعش حتى لا يطلع النداع الجديد رجعوهم الوضع يفهم